موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا بكم في درس جديد في عالم الميكروتيك هذا الدرس يأتيكم تحت رعاية مدونة ميكروتيك-network1.blogspot.com درس النهاردة بيتكلم عن خدمة الهوتوزبوت وإيه هي الهوتوزبوت الهوتوزبوت هي خدمة بقدر أفعالها على سيلفر ميكروتيك سواء سيلفر ميكروتيك موجودة على كيسة أو روتر بورد جامل شركة وعلى الأيو اس بتاع ميكروتيك خدمة الهوتوزبوت بالزبط يعبارة عن إعادة توزيع خدمة الإنترنت للعملاء داخل الشبكة بتاعتك مع شوية صلاحيات زيادة أو أوبشن زيادة أنت بتقدر تتحكم فيهم عن طريق الميكروتيك من ضمن الصلاحيات دي هي التحكم في الآيبهات اللي بيخدها كل عميل أو رنج الآيبهات بتاعك أنت بتقدر تغيره زي ما أنت عايز وسرعة العميل وأن يكون لكل عميل اسم وباسورد خاصين بي لما بيفتح صفحة الإنترنت بينطلب منه أنه يدخل يوزر نيم وباسورد في صفحة الدخول للشبكة وعلى هذا الاسم وباسورد ببدأ أحدد سرعة العميل دوا زي ما احنا هنشوف مع بعض الكلام ده هنقدر نفعله ازاي زي ما احنا شايفين قدامنا في الرسمة بتاعتنا في خدمة انترنت جالي عن طريق السيرفيز بروفايدر أو الائي اس بي انترنت سيرفيز بروفايدر موزع خدمة الانترنت داخل بلدك أو الشركة اللي انت واخد منها انترنت وخدمة الانترنت توصلها لحد الراوتر والراوتر دون معايا لو اتنين اي بي لو اي بي عالمي اللي هو الريال اي بي ولو لوكال اي بي او رينج لوكال اي بي اللوكال الراوتر اللي معنا النهاردة في الشرح واللي احنا هنطبقه مع بعض الرينج بتاع اللام بتاعه مئة اتنين واسعين مئة تمانية وستين واحد واحد فيه عندي كيسة او كيسة دين او راوتر بورد في المكان ده بالزبب بعد الراوتر واخد سلك من الراوتر موصله بفتحة من الكارتين اللي موجودين في كيسة او فتحة من كارت في الراوتر بورد الفتحة دين هنسميها في الكيسة او الراوتر بورد هنسميها وان وهتاخد من نفس الرينج اللان بتاع الراوتر اللي هو مئة اتنين واسعين مئة تمانية وستين واحد واحد كيسة دين فيها كمان فتحة غير الوان وهي اللان المتصلة بدرها على السويتش وهتخرج رينج تاني مختلف عن رينج الايبهات بتاع الراوتر وهو رينج 10.0.0.0.1 10.0.0.1 سلاش 24 يعني 255 اي بي في الرينج ده وبعد كده هنقدر نفعل خدمة الهوتز بوت على سيلفر ريموكريتيك وهنقدر نستخدم ونطبق الكلام ده مع بعض عن طريق برنامج الفرش والمشين زي ما احنا نشوف دلوقتي قدامنا عندنا هنا انا واخد ويرلس عن طريق كارت الويرلس بتاعي وعمل بريج مع البي منت زيرو اعمل بريج اهوا مع البي منت زيرو والميكروتيك الفتحة بتاعت الوان بتاعته اللي هي موجودة معناهنة في الرسمة بالزبط هو انا يعتبر الجهاز اللي انا شغال عديد دلوقتي هو ده الميكروتيك والفتحة بتاعته متوصل على الراوتر انا فعلا متوصل على الراوتر عن طريق الويرلس معمول البرج على الكارت دوان وفي نفس الوقت في كارت تاني هو الفي منت واحد ده اللي هيبقى ما بين هو هيبقى كارت اللان بتاع الميكروتيك وفي نفس الوقت هيبقى معاي كارت اللان بتاع النسخة الاكس بي اللي قدامنا دي لو احنا جينا بصينا في الميكروتيك هنا هنشوف ازاي هو عنده اثنين كارتين لان واحد مجبوك على الفي منت زيرو اللي هو اخد من ويرلس وبالتالي واخد من الراوتر وشايف انترنت والتاني في منت واحد وهو متصل على نسخة الاكس بي اللي معانا هنا هنروح دلوقتي نحاول نخش بالوين بوكس عشان نقدر نشوف هنعمل اعدادات بتاعتنا ازاي طبعا ما فيش اي اعدادات انا موجودة على الميكروتيك اللي قدامنا دوا اول حاجة هنعملها هنوصل ان احنا نسمي الكروت والكارت ده هيبا وان وده اللي جاي عليه انترنت والتاني ده هنسميه لان تمام بعد كده هنتوجه الى ال اي بي ادرس وهنضيف للوان مية تنين وستين واحد ستة او سبعة او عشر او عشرين او تلاتين بس اهم حاجة يكون من مية تنين وستين واحد دول سبتين معانا هنقدر نغير نحط مثلا ستة سلاش اربعة وعشرين ده كارت الوان اللي شايفوا الانترنت لو احنا هنا بعد ما حطينا الاي بي دوا لكارت الوان لو احنا روحنا نعمل بينج ويرسال الباكت للراوتر عشان نعرف نشوفه احنا شايفينه ولا لأ من عن طريق الوان فعلا ان احنا شايفين الراوتر مفيش اي مشكلة هنروح دلوقتي بنعمل اعدادات زي معانا في الرسمة عشرة دوت زيرو دوت زيرو دوت واحد على اربعة وعشرين وده هياخده كارت الان وده هو الرنج اللي هيخرج لنا بايبهات للشبكة اللوكال بتاعتنا اللي احنا هنوزع جواها ونقدم خدمة اللو تزبط لها كده احنا حطينا اتنين اي اي اتنين اي بي واحد للان واحد للوان دلوقتي هنروح نشغل حاجة اسمها او نحط ارقام حاجة اسمها ادي النس هو مسؤول عن بتاع الاسم انا هنا بستخدم ادي النس بتاع جوجل شوف تاني كده تمام دلوقتي انا هروح اخش على حاجة اسمها دي اتش سي بي سيلبر لو انا جيت هنا كده والتلوق بول لا هذا احنا نقفل الوينبوكس ونروح نفتحه تاني مرة تانية هنروح على الادرس ونروح على الدي نس كل حالة الاعدات اللي احنا عملناها تمام تيش اس بي سيلبر واروح اقول له اي دي بول ها ضيف هنا هسمي ايه بول بول شرطة حطوا الاي بيها دي لسه حطوا له الرنجي بها طبعا احنا عندنا كارت اللان واخد عشرة دوت زيرو دوت زيرو دوت واحد انا هنفعش حط واحد لان المكان ده اللي هتوزع منه الايبهات على جميع الاجهزة داخل الشبكة بتاعتي فانا هحط عشرة دوت زيرو دوت زيرو دوت اتنين هيبتدي من اتنين لحد عشرة دوت زيرو دوت زيرو دوت ميتين اربعة وخمسين تمام كده هنروح بقى للدي نسي بي هقول له ممكن اختار من هنا واعمل الكلام دوان ولكن انا هنفضل ان احنا هنستخدم دي نسي بي سي تطب هو بقول لك ايه الانترفيس اللي انت هتستطع عليه خدمة الدي اتشي بي سيرفر فانا طبعا الاجهزة اللي تهميني هي الشبكة بتاعتي اللي هي ورا كارت اللان يدي اللي هوزع عليها ايبهات رنجي الايبهات فهو بقول لي تمام انت طبعا هو راح جاب الاي بي بتاع كارت اللان وبقول لي ديتشي سي بي ادرس اسكوب اللي احنا عملناه في البول فقول له فعلا هو ده السكوب بتاعي اللي هو عشرة دوت زيرو دوت زيرو دوت زيرو سلاش اربعة عشرين لحد فعلا لما انا وقفت عليه اداني الناتفيكيشن اللي زهرت قدامنا من شوية انه هيبتدي من صفر لحد متين خمسة وخمسين فانا بقول له نيكست بقول لي الجيتوي فور ديتشي سي بي نتورك لما انا وزع الاي باد دي على الشبكة هتدي لهم جيتوي اسمه اي او رقمه كام فهو فعلا هيبت جيتوي بتاعهم هو نفس اي بي كارت اللان فاناقول له نيكست وزا ما احنا شايفين هو هادي 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 الادرس تو جيف اوت هادي للاجهزة الرنج اللي احنا شايفينه من اول اثنين لحد متين اربعة وخمسة اللي احنا كتبناه من شوية هقول له دي النيس اللي احنا طبعا هو اجابه من السيلفر برضو اللي احنا كتبناه من شوية هو ده دي النيس بتاعه اقول له نيكست ليز تايم هيقدر هييفضل السيلفر محتفظ بعدد بالاي بي ادرس اللي وزحها على الناس بالماكات بتاعتهم لمدة كاميوم ثلاثة يام الفضل نحنا نسيبها ديفولت زي ما هي ريكميندت زي ما هما كتبناه كده نحنا نسيبها ثلاثة يام وقول له نيكست هو هنا بقول لي سيتاب هاس كومبيليتد ساكسيسولي اوكي احنا رحنا نبص على البول فيش اي مشكلة هو فعلا هنا حط بول تاني هو اضافه اوتوماتيك فما فيش دي ان احنا نضيف نضيف البول دوان عنشيل البول دوان خلاص كده وانسيب البول اللي هو اضافه هو فعلا بنفس البيانات بس مع اسم مختلف شوية كده احنا سطبنا خدمة الديش اس بي سيلفر وانا ينقصنا خدمة الهوت الزبوت احنا دلوقتي عشان نتأكد ان خدمة الديش اس بي سيلفر ديا اشتغلت ولا لا هنروح على النتورك معنا كده في النسخة ال اكسي بي هنروح عن ماي نتورك بليسز ونقول له نمسح الكونيكشن ده كده نمسح الكونيكشن تليت اوكي هنروح هنا هنقول له ونرجع تاني نقول له انيبل هيطلع هيدور على الاي بي هو مدورش على الاي بي هو خد على طول زي ما احنا شايفين عشرة دوت زيرو دوت زيرو دوت متين اربعة وخمسين والدي فولت جيتوي بتاعه عشرة دوت زيرو دوت زيرو دوت واحد اللي هو اي بي كارت اللان في سيلفر الميكرو تيك تمام دلوقتي احنا هنروح نتكمل ازاي نستطب الهوت الزبوت ولكن انقصنا لحتة صغيرة في من اي بي ديش اس بي سيلفر هنروح على النتورك ونقول للنتورك السب النت ماسك بتاعك اربعة وعشرين ماشي ودي دين اس سيلفر بتاعك تمانية 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 ونعمل هنا تاني تمانية دوت تمانية دوت اربعة دوت اربعة يوزع دين اس مع الديش اس بي يوزعه ودي كبيانات للكونيكشن بتاع العميل عندنا هقول له اوكي تمام ولو انا ورحت هنا كده تاني عشان نشوف النقطة اللي انا زودتها دي زودت معي ايه في على جهاز الكمبيوتر بتاع العميل لان رحت هنا كده وبصيت وقلت سبرت والديتيلز هو فعلا مدين ديني السينا برضو كل حاجة تمام وهو مدين هنا كل البيانات فيش اي مشكلة نفس البيانات اللي انا حطناها من شوية على سيلفر الميكرو تيك تأكد تاني بس تاني مرة هي وفعلا نوخد دين اس سيلفر اربعة تمانية تمانيتين اربعة اربعة وكلوز هنروح بقى نكمل قصة الهوت ازبوت هروح هنا وقول له هوت ازبوت اقول له هتسطب الهوت ازبوت على الان ولا الوان طبعا احنا هنسطب على الان وهنا الادرس اللوكال بتاع الشبكة دي هيروح يضيف له في حتة اسمها النات وهنوره لكم دلوقتي ازاي وهيروح يضيف نفس الرنج دا ويقدر يعمل نات للمجموعة اللي على الان عشان يطلحها على الوان ويشوفوا انترنت فانا اقول له ماشي اوكي ماشي كيورد نتورك اعمل اعمل سيلكت عليها ويروح يضيف لي الوفشن هيضيف لي الرول دا في النهاية فانا بعلم عليها ازاي ما هي كده اقول له نيكست هنا بقول لي البول برضو بسألنا على البول اللي هو اللي احنا قلنا عليه زيرو عشرة دو زيرو دو زيرو دو ستنين لحدة ميتين اربعة وخمسسين اقول له نيكست اقول له نيكست اقول له نيكست ونيكست ونيكست دي النس سيسيور طبعا نيكست دي النس نيم انا هسميه مايكرو تيك محدش يكتب اول حرف كابتل عشان متحصلش مشاكل بعد كده او اصلا مش هشتغل وتحصل مشاكل نسمي نيتو مايكرو تيك مسلا دوت كوم او بلاج دوت كوم دوت اه اورج وهنا اليوزر ده هو اللي هيبقى متاح انه يخش اول ما نستطب سيلفر لانه هيقفل الانترنت او اللي انت تسمح انه هو يخش على من الويندوز الاكس بي اللي معنا على الفرش والماشين انه هو يخش نت فاحنا هو بيديك يوزر كده دي فولت ان انت تبقى تخش بيه هنا اللي هو كاتب لك ادمن ويساب البصور ده فانا بقول له نيكست طبعا لو انا رحت هنا وبصيت على البول برضو ابص عليه مش هلاقيه اضاف حاجة وهو استخدم من البول بتاع الديش اسي بي اه اندرسكول بول واحد اللي هو استخدمه في الديش اسي بي سيلفر وعا كاريتو واحنا بننشوه من شوية لو انا رحت دلوقتي ورحت هنا حاولت افتح صفحة انترنت هشوف زار لي دلوقتي فانا طبعا هفتح حاجة مسلا واحد كنترول وانتر دوت كوم نجو طبعا في مهمة في نقطة مهمة جدا احنا نسيناها ونسينا نقول لسيلفر ميكروتيك انت هتشوف الانترنت عن طريق ميني والنقطة دي بتضاف من اي بي راوت هنقول له بلس او زائد وهنيجي على الجيتوي عشان نشوف هو خدمة انترنت نقول له الاي بي بتاع الروتر اللي هو معنا في الرسم هنا دون وهو الاي بي بتاع لن بتاعه مية سين متى مية سين متى مية ستين واحد واحد زي ما احنا شايفين طبعا انا اضفتها في الجيتوي اهو نقول له ابلاي واوكي طبعا هو اول ما اجيب لي اي اس هو كده شايف هو كمان هنا ادى نتفكيشن وقال لي ريت شابل وان هو شاف الاي بي ده عن طريق الوان بحكم ان هو متصل معاه على كارت الوان فقال لي المعلومة دي ولو من جيت جيت ابنج على الدي ناس بتاع جوجل واخترت قلت له ابنجلي عليه عن طريق الانترفيس وان زي ما احنا شايفين هو ابنج عليه وفعلا قدر شوف انترنت وبالتالي هنروح لصفحة الانترنت هنا وهنعمل كنترول انترنت هنا لو لاحزنا هو جاب صفحة مطلوب مننا ان احنا ندخل اسم وباسورد حتى نحاول نفتح اي صفحة تانية هو مش هيفتح لنا اي صفحة تانية هو اللي هنا هو هوتوزبوت جيتوي لو انا جيت هنا وكتبت كلمة ادمن اللي احنا اللي وده لنا اوكشن زيادة واحنا بنسطب الهوتوزبوت فعلا هو عمل دخوله فعلا فتح الموقع اللي انا كنت طلبه وبذلك تم وصول خدمة الانترنت بصلاحية الاسم والباسورد لان طبعا انا لو جيت هنا في الميكروتيك وجيت من الاي بي هوتوزبوت وجيت هنا على اليوزر هلاقي في يوزر اسمه ادمن لو جيت هنا على الاكتف هلاقي الادمن اكتف دلوقتي ولكن احنا هنا نقدر نعدل نخلي مثلا نخلي الادمن ده له اربعة صفار كده هو دلوقتي الادمن ده الاسم ادمن والباسورد اربعة صفار الادمن واخد حاجة اسمها اقدر اجيب اخلي الاي بي بتاع العميل ده وما يديرش اروح اقول ان العميل ده احط له اي بي في الجهاز بتاعه واحط له اي بي هنا طبعا لو اختلف الاي بي عن الاي بي اللي هنا مش هيعرف يخش واجيب برضو ماك العميل وحطه هنا ولو اختلف او لايب في العميل في الماك ادرس بتاع الجهاز بتاعه وجيه يخش طبعا لا تنطبق الشروط عليه فبالتالي مش هسمح له ان هو يخش البروفايل البروفايل ده هو بقى ده اللي بحدد منه سرعة العميل لو انا جيت هنا كده في الوزر بروفايل لو انا قلت له ادد قلت له مثلا خمسمائة واتناشر ان انا اسمي اسم البروفايل بالسرعة اللي هاتبع جوا البروفايل سمي خمسمائة واتناشر وديله مية تمانية وعشرين كيلو على خمسمائة واتناشر كيلو وهشوف دلوقتي ايه اللي هيحسر لما قوله اولا اوك فعلا اضاف لي بروفايل جديد اسم خمسمائة واتناشر ولو رحت للادمن. وقلت له ان البروفيل بتاع خمسمائة واثناشر. سمحنا شايفين. بروفيل بتاع خمسمائة واثناشر. واجيت على دي سجلت خلاص. هقول لها دليت. هقول له في الاكتف كمان دليت لليوزر بتاع العميل. وهروح هنا كده. حاول اخش برضو على نفس الموقع. هيطلع لي صفحة اللوجين. هكتب له ادمن. بس. هقول لي غلط. غلط. طبعا لان ادارت باسورد العميل اربع تصفار. وهو زي ما احنا شايفين تم تسجيل دخول مرة اخرى. لو احنا شفنا هنا كده فتحنا الوين بوكس وروحنا على الكيوز. هلاقي العميل. واخد تارجت ابلود مية تمانية وعشرين. تارجت داولود خمسمائة واثناشر. اسمه ادمن. وفعلا احنا دلوقتي حددنا له السرعة بتاعته. احنا بصينا على الترافك اهوا. احنا شايفين ساحب ستمائة كيلو خمسمائة تلتمية. كده تحددت سرعته. تمام? هو هتلاقي بس ان هو بيعمل او حاجة زي ما احنا شايفين تحت كده. والحد هنا انتهى درس النهاردة بان احنا نفعل وتزبط ونحدد العميل سرعة وازاي نضيف بروفايل جديد نضيف فيه السرعة اللي احنا عايزين نضيفها للبروفايل ده وللعميل وبعدين نرجع نختار للعميل البروفايل اللي فيه السرعة اللي احنا عايزين ندهاله. والحد هنا انتهى درس النهاردة الى اللقاء في درس قادم. اتمنى اني مكنش تقلت عليكم اليوم. دمتم في رعاية الله. كان معكم اخوكم في الله محمد سمير. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة على اليوتيوب. شكرا.